السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا رح نبدأ من أهم موضوع وهو رسم التأمين الصحي لأنه كل شخص في ألمانيا ملزم أن يكون عنده تأمين صحي فبالتالي كل شخص فينا عنده رسم شهري بيدفع للتأمين الصحي وأهمية هذا الموضوع أن شركات التأمين الصحي الآن تتوقع أن يرتفع العجز في هذا العام إلى 4.5 مليار يورو وبناء عليه من المتوقع أن يرتفع رسم التأمين الصحي والرعاية الصحية كما تحدث في فيديوهات سابقة في العام القادم ارتفاع تاريخي كبير بسبب هذا العجز الكبير الآن المتوقع في هذا العام ناخد فكرة سريعة رسم التأمين الصحي لخانك فازي شهون سبايت هاك مؤلف من جزئين كما نعلم شرحتها عدة مرات رسم التأمين الصحي الأساسي ومقداره 14.6 وهو ثابت عند جميع شركات التأمين الصحي طبعا الجزائز اللي هي خانك نكسن يضاف له السوزات سبايت هاك السوزات سبايت هاك يعني هو الرسم الإضافي وهذا يختلف من شركة التأمين الصحي إلى شركة أخرى الدولة هي التي تعطي الغيشت فيات اللي هو يعني الرقم الوسطي أو ينصح به حوالي 1.6 أو 1.7 هو اللي عام 2024 وشركات التأمين الصحي مخيرة بأن تجعل السوزات سبايت هاك أقل من ذلك أو حتى أعلى من ذلك وبهذا تختلف شركات التأمين الصحي عن بعضها بالسوزات سبايت هاك ولكن أيضا بالخدمات الصحية المقدمة اجتمعت لجنة من الخبراء التي مهمتها تقدير حجم الزيادة المطلوبة على رسم التأمين الصحي لكي يتم تغطية النقص الحاصل في موزن شركات التأمين الصحي هذه اللجنة مؤلفة من خبراء من وزارة الصحة الألمانية وممثلين أيضا عن تحديدا عن شركات التأمين الصحي هذه اللجنة اجتمعت وقدرت الآن أن حجم الزيادة المطلوبة هي حوالي 0.8% التي يجب أن يتم زيادته على رسم التأمين الصحي في ألمانيا ولكن الرقم النهائي سيتم اعتماده في شهر نوفمبر الشهر القادم حسب الخبراء فإن الرقم المطلوب العام القادم 2025 سيكون 341.4 مليار يورو حجم نفقات شركات التأمين الصحي في ألمانيا طبعا هذه موازنة لعام واحد فقط هذه موازنة تفوق اقتصاديات أكثر من نصف دول الأرض لعام كامل هي فقط الرقم المطلوب للتأمين الصحي في ألمانيا والعجز المتوقع لأنها 4.5 مليار ولذلك الآن التقدير هو أن المطلوب رفع رسم التأمين الصحي بمقدار 0.8% تذكرة سريعة رسم التأمين الصحي لكل شخص عامل يعمل يعني بدي أخد لون عبغي شنونك شهريا مكتوب عليها رسم التأمين الصحي اللي بتدفعوا نسبته وهو يدفع مناصفة بين الشخص العامل وبين رب العمل الشركة اللي بتشتغلوا عنده بيدفعوا هنه نصف رسم التأمين الصحي عنكن سواء الجونت بايتخاك أو حتى السوزاتس بايتخاك فالرفع أو زيادة 0.5% يعني بالمتوسط أن لشخص مثلا راتبه 3000 بروتو زيادة قدرها 12 يورو شهريا نتو يعني تختطع من راتب البروتو مناسبة يعني 12 يورو للشخص العامل و12 يورو كمان تجيب شكل إضافي على رب العمل لأنه بيدفع نصف رسم التأمين الصحي عنه لما منشتغل فبالتالي هذه هي طبعا لما يتم اعتماده بشكل نهائي يعني أنه في واحد نوفمبر راح يتم زكر الرقم النهائي الذي سيتم اعتماده ومن المتوقع بذلك أن يرتفع رسم التأمين الصحي في ألمانيا يرتفع تاريخ ليس هذا فقط في عنا لسا الفليج بايتخاك اللي كمان مدفع وهو رسم الرعاية الصحية كمان فنحن نسمي بشكل عام رسم التأمين الصحي وبيشمل التأمين الصحي ورعاية الصحية رعاية الصحية أيضا متوقع أنه يتم زيادته فبالتالي بالمجمل نتوقع حصول زيادة تاريخية في رسوم التأمين الصحي في سنوات سابقة وقديمة أكثر من عشر سنوات أحيانا لما الشركات التأمين الصحي بتعمل حتى زيادة يعني بتأخذ رسوم أكثر مما أن فقط فحتى كانوا يرجعوا بعد سنة مبلغ أنا ممكن مرة أو مرتين رجعوا لمبلغ 70-80-90 يولو لا أذكر بالضبط وفي سنوات كمان عملوا زيادة ولكن نقلوها إلى سنوات أخرى على مبدأ أنه نحن نترك غوك لاغن كذلك هذا قرار يعود أيضا لشركات التأمين الصحي ولكن الحديث هنا عن قد نشهد زيادة تاريخية في رسم التأمين الصحي في ألمانيا في الموضوع التالي المستشار الألماني أولاف شولز أعلن عن استعداده للتحدث حتى مباشرة مع الرئيس الروسي بوتين لإنهاء الحرب الأوكرانية هذه الإشارة تم رسالها قبل حوالي أسبوعين وجوبها في وقتها برفض من قبل روسيا ولكن الآن على ما يبدو أن الجو أصبح إيجابيا بشكل أكبر فالمستشار الألماني على استعداد أن يلعب هذا الدور وأن يتواصل مع روسيا والرئيس الروسي شخصيا لإنهاء الحرب الأوكرانية هذه المحاولة يعني بعد عامين على مرور هذه الحرب طبعا هذا لا يعني أنه وقف الدعم طبعا نعرف أن الدول الغربية وحلف الناتوعة بدعم أوكرانيا بشكل كبير جدا ولكن الفكرة بنفس الوقت أن ألمانيا ترغب بوقف هذه الحرب تحديدا لألمانيا ربما هي الأكثر تضررا في أوروبا والأكثر دعما أيضا في أوروبا لأوكرانيا فبتالي ألمانيا لها مصلحة بإنهاء هذه الحرب والمستشار الألماني وألمانيا على استعداد حتى للحوار مع روسيا بشكل مباشر إذا كانت ترغب بذلك ولكن أيضا دون المساس بمصالح أوكرانيا أيضا يعني لهم سيادتهم على أرضهم ودولتهم بنفس الوقت وهذا سيكون أحد المواضيع التي سيتم نقاشها اليوم أيضا في القمة الأوروبية الرئيس الأوكراني سيعرض أيضا أو عرض خطة السلام التي من وجهة نظري يمكن أن يتم تحقيقها هذا من ناحية الرئيس الأمريكي أيضا قادم اليوم إلى برلين مساء رح نشوف أيضا السكال العاصمي بتاعون الأحباء ازدحامات وإجراءات أمنية مشددة في برلين اليوم وغدا فبالتالي في تحركات دبلوماسية كبيرة في ألمانيا والمستشار على استعداد إذا تجاوبت روسيا ننتقل الآن للموضوع التالي خطة حزب الاس بي دي تحديدا حزب المستشار الألماني أولاف شولز في الحكومة الألمانية هي الآن تخفيف الضرائب عن الطبقات العاملة إذا ترواتب المنخفضة والمتوسطة بينما زيادة الضرائب على أصحاب الدخل العالي في ألمانيا حزب الاس بي دي معروف عنه يدعم الطبقات العاملة طبقات ذات الأجور المنخفضة أكثر من الأحزاب الأخرى ولكن معهم بالحكومة كما نعلم حزب الاف دي بي هي وعدة المدافع عن مصالح الشركات والأغنياء حزب الاف دي بي معترض على هذه النقطة على خطة حزب الاس بي دي الآن لتخفيف الضرائب عن طبقات العاملة ذات الدخل المحدود وزيادة الضرائب على الأغنياء هذا من داخل الحكومة نفسها أما من المعارضة فأيضاً السيديوتسي اسو الأونيون بقيادة فيدريش ماتس معترضة بشكل شديد أيضاً على ذلك يعني معترضة على زيادة الضرائب على الأغنياء ولكن ما هو حجم الزيادة المتوقع الزيادة هذه التي يتم الحديث عنها في فرض الضرائب هي على الشبتسن فدينا في ألمانيا أي من راتبه السنوي أكثر من دخله السنوي ميتين واربع وثمينين ألف يورو وهي نسبة واحد بالمئة من ألمانيا نحن نزيد الضرائب على الأغنياء بأن ترتفع أن نحن نعرف الشبتسنشتويزاتس حالياً 42% الغيشنشتويزاتس 45% من المتوقع أنه إذا هذه الخطة تم تنفيذه بشكلها الحالي أن ترتفع نسبة الضرائب على الأغنياء وأغنى الأغنياء إلى حوالي 56% إلى 60% رقم هائل جداً يا أكثر من النصف البعض يعتبر ذلك غير عادل حتى وإن كان على الأغنياء أنه رقم كبير جداً أيضاً لدعم الطبقات المحدودة ورزيات الضرائب على الطبقة الأغنية في ألمانيا إذن معترض على ذلك من الحكومة الألمانية حزب الـ FDP ومن المعارضة المعارضة الرئيسية الـ CDU CSU وهذه هي الخطط التي تم تجهيز لها من قبل حزب الـ SPD إن كان ستنا على نور أم لا في هذا الشيء مختلف ولكن الشيء الأكيد أيضاً أنه الضرائب في ألمانيا طبعاً هي تشكل دخل أو عائد أساسي للموازنة الألمانية للحكومة في الموضوع التالي اليوم اجتماع قمة لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27 في بروكسل والمستشار الألماني أولاف سولسي يحضر هذه القمة أيضاً من أهم المواضيع المطروحة على الطاولة هي بشكل رئيسي كالعادة موضوع الهجرة واللجوء إلى أوروبا رغم أنه تم الاتفاق على زول باكيت كما نعلم في وقت سابق وبحاجة لبعض الوقت يتم تنفيذ كل النقاط التي تم الاتفاق عليها ولكن سيتم الرأخر النقاش هذا الموضوع اليوم في ظل وجود معطيات وهي أن بولندا الآن رئيس وزرائها أعلن أنه سيوقف حق تقديم طلب اللجوء في بولندا بالنسبة للاجئين الذين يتم تمريرهم عمداً حسب وجهة نظريهم من بيلاروسيا والتيان بهم إلى بولندا فنلندا أغلقت حدودها مع روسيا لمنع أيضاً تدفق اللاجئين عبرها من قبل روسيا اللي يعني تم اتهاماً أنه هي عمداً تجلب اللاجئين لتمريرها وتشكيل الضغط على الاتحاد الأوروبي بالنسبة لهولندا الحكومة الجديدة أيضاً طلبت أن يتم استثناؤها من قوانين اللجوء الأوروبية بالغارية أيضاً أو هنغاريا تحديداً معطاردة على قوانين اللجوء الأوروبية وعلى توزيع العادل للاجئين على دولهم ومن بينها على هنغاريا في بعض الخلافات وبعض الدول غير راغبة بالإجراءات المواضيع الأخرى التي سيتم الحديث عنها أيضاً بشكل رئيسي أنهي إيجاد سياسي مشتركة في متعلق بالهجرة واللجوء إلى أوروبا من ناحية أخرى أيضاً الحرب الروسية والأوكرانية الدعم لأوكرانيا أيضاً سيكون على طاولة المفاوضات من أهم المواضيع التي سيتم نقاشها موضوع آخر مختلف قبل عدة أشهر في شهر يوليو وصل باكيت عبر طائرة طائرات الشحن التي تنقل أيضاً الطرود في ألمانيا تحديداً في مطار العبسيش حالة حيث تم وضع الطرود هناك في مخزن ثم من المفترض كان أن يتم نقلها بطائرة أخرى يعني لنقل الطرود مرة أخرى ولكن بسبب تأخر الرحلة وتأخر الطائرة أدى ذلك إلى احتراق هذا الطرد وحرق المخزن بشكل كامل فيه الطرود البريدية وكان المتوقع أنه لو وصل هذا الطرد إلى داخل الطائرة فربما أدى ذلك إلى سقوط الطائرة وبالصدفة فقط يعني تم تجنب ذلك ولكن المتوقع أن هذا الطرد هو كان عمداً فيه مادة محترقة كان من المفترض أن يتم إسقاط الطائرة به ولذلك الادعاء العام الألماني عابي حقق الآن في هذا الموضوع وأيضاً مصلحة حماية الدستور والتهمة موجهة إلى الاشتباه بروسيا بأنها هي من تقف وراء ذلك وأن هذا الطرد جاء من إحدى دول البلطيق والمفترض كان يؤدي إلى احتراق ذلك إلى احتراقي داخل طائرة ولكن بالصدفة آخر رحلة أدى إلى عدم وصوله إلى الطائرة واحترق في المخزن الموجود في المطار ما احترقت جميع الطرود البريدية أيضاً الموجودة ولذلك الآن الدعاء العام الألماني استلمت تحقيقات في هذا الموضوع في الموضوع التالي في إطار الأتمة والتحديث الذي بدأت به الحكومة الألمانية الحالية بشكل خاص في العاصمة الألمانية برلين أيضاً الآن إطلاق خدمة تسجيل عنوان السكن لدى دوائر الدولة هناك عبر الإنترنت أونلاين ولكن من أجل ذلك مطلوبة عدة أشياء المطلوبة منها يعني حساب عند الدولة أيضاً طبعاً البلديات في ألمانيا البورجة أمتى ومن بينها ربع الخدمات المقدمة عادةً تكون هي موضوع تسجيل مكان وعنوان السكن وهي تخفيف العباء على الدوائر الحكومية في العاصمة الألمانية برلين تم إطلاق هذه الخدمة من المتوقع يعني أن تخفف العباء عنهم ولكن هي مرتبطة بعدة أشياء كما نعلم في ألمانيا كل شخص ملزم عند تغيير عنوان سكنه بأن يختر الدولة بذلك بلدي خلال مدة 14 يوم من لا يفعل ذلك يعرض نفسه أيضاً لمخالفة مادية أنا قبل أكثر من 10 سنوات دفعت مرة خمسة يورو دفعوني تأخرت أكثر من 14 يوم فبالتالي الآن هذا المركز سيتم يعني هذه الخدمة سيتم تقديمها أونلين شرط طبعاً لأنه يكون في عنا بنت آي دي كونتو اللي ما عنده أو النسية البن تبعها أو ضيع الورقة اللي فيها البن تبع البطاقة نفترض أن يقدم طلب جديد للحصول أولاً على البن بعدها يمكن رفع بالنسبة اللي هي ورقة التي يتم ملوها من قبل المؤجر بالنسبة المستجرين في البيوت ويتم رفع على هذا المركز ونفترض أن تتم خدمة الأنمال دون خلال مدة ثلاثة أيام والمطبعة المركزية في ألمانيا بترسلنا اللوساقة اللي بتلزق على الهوية احنا بنعرف لما الهوية بتم إصدارها مدة عشر سنوات بيكون مكتوب عليها العنوان يعني حفراً على الوجه الخلفي فلما منغير السكننا ما بتم إصدار هوية جديدة وإنما بتم وضع اللوساقة عليها وختمها والآن هذه اللوساقة سيتم الآن إصدارها من أيضاً المطبعة المركزية في ألمانيا البونس دوكا غاي إذن في مجموعة من الشروط يعني أيضاً مرتبطة بذلك ولكن مدى الانتقال العصر أيضاً الأتمته في ألمانيا عن طريق الانترنت عن طريق الآبات كمان إذن في عدة أمور يعني شروط أيضاً مدى يعني مدى سهولة ذلك مثلاً للكبار بالعمر يعني هذا الشيء موضوع آخر يعني قد يكون قليلاً صعباً في عنا الأوصف هالأشياء كلياتها فمرتبطة ولكن الفكرة أنه سيتم تقديم أيضاً الخدمات طبعاً اشتركوا في القناة